زي ما حضراتكم عارفين الأردن شاهدت حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على خطبته السعودية رجوة آل سيف حفل ده كان مختلف على الفرح اللي حضرته بنت السيسي بتاع ابنة ملك الأردن الفرح الأول كان بسيطة زفاف أو بتاع ولي العهد كان كبير عشان الثاني كان بسيطاً يعني حاوله باستطالك بأكبر قدر من الاحترام لسببين حفل زفاف بنت الملك عبدالله أولاً لطبيعة العريس والسبب التاني إنه ما كانش فيه السعودية مش عايز أزود عن كده لاتنين أنتوا فاهمينهم كويس أوي 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 إلا منبقاش بنذاكر بقى مع بعض مهم زفاف ولي العهد اللي احتفال في العاصمة الأردنية عمان ومدن أردنية ولي العهد بيتجوز فأفرح في الشوارع والميدين وهتولنا شوية فنانين يفرحوا الناس شوية ده مش موضوعنا الأساسي عادي كل الوزرات وكل المناطق وكل الهيئات في الأردن كانت تشارك وتهني في حفل زفاف وليه العهد اللي الطريقة تسلك له خلاص احتفالا في الزفاف سمونة نسا رجوة دائرة الأثار العامة تضيق العديد من مواقع الأثرية المنتشرة بجميع محافظات المملكة عادي حقه نفرح نفرح واللي يعرفش ايه وبتاع زي ما انت شايف كل المناطق السيحية بنورة باسم وليه العهد اللي بيتجوز لافتات على الطرق الرئيسية بالاحتفال جميع مؤسسات الدولة في المملكة الأردنية تحتفل بهذا المشهد كل ده مش موضوع أم يا سيدي في تطار تلك الاحتفالات وتحت شعار نفرح بالحسين ومشاركة اكتر من عشر تلاف من أبناء الشعب الأردني والجليات العربية وزارة السياحة والشباب بالأردن عملت حفل الزفاف شعبي لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني باستاد عمان الدولة بالعاصمة الأردنية زائد الزفاف الرسمي اللي هو للمسؤولين والوجهاء عمل زفاف شعبي مجموعة من نجوب العرب في استاد عمان الدولة بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصونة ووزير السياحة والأثار والعديد من المزارع والمسؤولين احتفاءا بعقد المعرفة التفاصيل ما عرفش الحفلة دعت وزارة السياحة الأردنية مجموعة من الفنية العرب لأحياء الحفلة دي لبنان راغب علامة الأردن زين عود من مصر ومدنيا جابوا أحمد سعد وتامر حسني عارفين قيمة مصر وعرقتها حب الشعب الأردني المصر وشعبها وفنانيها فجابوا تامر حسني وإحمد سعد يغنوا في الحفلة ترحيب كبير من الجمهور الأردنية بتامر وإحمد سعد كل دي أمور طبيعية ومش جديدة وماليش تعليق عليها طلع تامر حسني على المصرح فحطوا في الخلفية الكبيرة عالم مصر جنب عالم الأردن على أساس أن تامر فنان مصري فطبيعي أن أول ما يطلع يطلع عالم مصر أحد هنا عادي جدا كل ده حتى الآن عادي تمام لكن تامر حسني مش بطريق محمد فقد كتير من تحت الضغوط والانسحاق اللي حصل الفترة الأخيرة تشعر كده أن الفنانيين مصريين فقدوا الهوية بقوا معدومين الهوية ما تيجد الضغط وعشر سنين من يعني بس سحلوهم زي ما مصر كلها تسحل اللعطة فين بقى في احتفال تمورة بهذا المشهد هذا الاحتفال اللي كان مهين لمصر للعالم ولقيمة مصر ومكانتها يعني مكانتها كبيرة البقية في الوطن العربي فتامر طلع احتفل بهذا الشكل بمشهد العالم المصري كل الشرف أن أفتتح هذا الاحتفال الجمهوري الاستوري موناسب الزفاف الزمامة وكل التمنيات القلبية وبتأكيد سعيد وفقور أن يأتي يوم وأكون سبب ولو بسيط في وضع عالم بلدي بكل حب مع عالم بلد عظيم زي الأردن كرمز المحبة في الدولتين وحقيقة شعب الأردن يعلم تماما مش محتاج يعني أي كلام قمت ومكانتها عندنا قمتها كبيرة يعني الجملة كانت كده تحس أنه إيه؟ يعني ما تعديش على فلاتر خالص تعرف الفلاتر انتمر حسني كان سبب أن عالم مصر يترفع جنب عالم الأردن تخيل إذلال واللي بقى أنا سعيد جدا كنت سبب أنه وصلت عالم مصر يترفع مع عالم الأردن كل الاحترام لعالم الأردن يعني مع عالم مصر يترفع في الأردن في كل وقت عادي شعب الأردني نفسه بيعتز ويفتخر بهذا العالم إيه مدعاة الفقر إيه اللي يخليك كل واحد يطلع برة طب يعني عمر مالقرشين اللي هيخدهم تامر في الأردن قد الإرشين اللي أخدهم محمد فؤاد من تركيا للشيخ إيه اللي خليك تتعمد تقليل قيمة بلدك بهذا الشكل ورشين اللي هتخدهم من الأردن مش مؤسرين معاك زي الإرشين اللي وأخدهم محمد فؤاد من تركيا للشيخ إنت الدنيا معاك الحمد لله ملمومة محمد فؤاد كان بيعاني من العوز يعيني وتنصب عليه فيعني فرق الأردنيين نفسيهم اللي خلنانا لتفت للمشهد لا اهتماما بزفاف ولي العهد مع كل الاحترام ولا اهتمام بتامر حسني من غير اي احترام لكن الأردنيين نفسهم مستغربين والله ما بعرف شده بدي احكيلك مصر مكانها كبير بقلوبنا وخصوصا في الأردن وقال دي ايه بنحب اخوانا المصريين وبالنسبة الي مصر بلد عظيم والأردن بلد عظيم ولما يقول عالم المصري وعالم الأردن ببعض فهاتشعور بالأخوة والقوة مو شرط نفاق تامر حسني مش محتاج فلوس مش محتاج احليف لك ان انا لسه قاري البوس ده والله يعني اللي هو كلام الطبيعي يعني ايه ده ايه ايه ده انتو ازاي بقيتو أوساخ كده والله العظيم مش كبير وساخت العسكر تامر تسحل من مصريين أردنيين قيمة ايه مصري اللي تختدلها بالشكل ده يا سيد انا ببقيتش تاني اتكلمك على بقينة صغيرين قد ايه قالك حلم حياتي ان نرفع عالم مصر في الأردن وحط عالم مصر جنب دولة عظيمة زي الأردن وللمرة العشرة اللي هوات للصياد في الماء العاكر لا اقلل من أردن ولا شعبها اطلاقا ربنا اللي عالم احترامي وتقديري لهذا الشعب الشقيق انا بتكلم على النيجس اللي بيقلل من بلده وعالم بلده هذا المشه يتعامل مع اي دولة في العالم هيكون ده تعليقي وتعليقي الناس مفيش دونية بهذا الشكل مفيش حد بيتعامل كده مع عالم دولته عجبتني تعليقات الناس الحقيقة على هذا الموضوع كانت احد احلام اللي احلمتها من صغري كله ده كان حلمه ان يبقى في الاردن ده حلمه ان يبقى في السعودية تعليقات المصرية والاردنية على اللقطة اللي حاب يجود فيها تامر يعني كانت ابلغ من اي كلام ممكن يتقال ابلغ من اي كلام الجميل ان تامر قال لنا ده حلمه من صغري يعني الطفل يحلم يكون رائد فضاء طيار رقص بليه حتى لكن تامر حسني لأ حلمه ان يحط عالم مصر جنب عالم الاردن انا بقول لك مش ها الناس بس لرد مش عارف ايه اللي يعني انتو جهل اه بس يعني باوفر يعني جهل باوفر ايه اللي هتستفادوا لما تقزم بلدك وتصغر من حجمها طبعا احنا في الاخرد اللي هنشيل الليل اول ما اتعرض الموضوع كل واحد يسيب ام الموضوع واحنا نشيل الليل لا الاردن محتاج انه يسقفلك شعب الاردن شوية عشان تقول الجمهتين دول حاجش طلب منك تعمل مقارنة اصلا حاجش طلب منك انك تعرض اصلا وتكون كده عقلياتكو بتوديكو الحتة وزخة انك تقلل مئية بلدك انك ده اللي تقودت عليه الاسب الشديد في عهد العسكر اللي بتشعر لك بقيمة ولا بتشعر لبلدك بقيمة ودي اللهجة السائدة عند الفنانين دلوقتي لانه دول اكتر ناس العسكر بيلعب في الطلوب بتاحه بيقولك دولة عظيمة زي الاردن نفسه عالم مصر يتحط جنبها الغريب ان تامر حسني متعلم ومثقف اردن مين اللي اعظم من مصر يهبل مع حبي وتقدير الاردن وشعباه وحكومته لكن احنا مصر تاريخ اول حكومة اردنية 1921 نادي الزمالك 1911 والاهلي 1907 ليه تتحط في المقارنة اصلا هتستفاد ايه لما تقزم بلدك وتصغرها وتقلل منها لكن شاءت ارادة الله ان نصغر على كل الاسعدة في كل الاماكن وان يعم الدرس في كل انحاء البلاد وعلى كل الرؤوس لعلها تكون الاخيرة والعبرة والعظة عشان نفوقه نصحة وناخد بلدنا للمكانة اللي تستهله اشتركوا في القناة